شفتوا لاعب قبل كده لجأ ضد النادي الاهلي رحل المحكمة يطلب بحقوقه؟ شفتوا النادي الاهلي أخلب تعقداته مع لاعب أو مدرب؟ شفت النادي الاهلي اتعرض لأي غرامات دولية من محكمة رياضية أو من الفيفا أو من يتحرم من القيد يتحرم أو تتخصم منه نقاط أو يهدد في استقراره؟ كلام ده مش منفراغ كلام ده بسبب أنه فيه إدارة على مر التاريخ بتحترم تعقداتها بتحترم ولادها بتافي بكل التزاماتها وبتصون صورة النادي قيمة النادي عشان كده الاهلي ما بيتعرضش لأي هذه العقوبات لأننا سمعت الفنان الكبير هاني شاكر اشمعنا إحنا والكلام بما معناه الطرف التاني ما بيحصلش معاه ليه عقوبات؟ ليه ما بتوقفش عن القيد؟ لأنه ما بيخلش بالنظام ما بيخلفش القانون ما بيخلش حق لعد ما بيقتحمش أو بيخترق عقده كل ده الأهلي ما بيعملوش عشان كده ما بيقعش تحت طائلة القانون أو يتعرض لهذا العقوبات اللي نتمنى أن كل أنديتنا ما تتعرضش لها كابتن أحمد حسام ميدو قارن بين هذا الوضع وذاك نشوفه عايز أتكلمكم في موضوع مهم جداً وهو عقود لعدة الزمالك وعقود لعدة الأهلي والاختلاف اللي موجود دلوقتي اللي بيعكس مدى استقرار أو أزاي من النادي الأهلي فيه استقرار كبير جداً ونادي الزمالك حالة عدم الاستقرار عقود اللعيبة بتعكس حالة الاستقرار اللي موجودة جوه أي مكان وجوه أي نادي عقود اللعيبة عقود المدربين ده مثلاً فيه 8 لعيبة في النادي الأهلي عقودهم ينتهوا ناقص لهم لسه سنة ونص ده دي كلهم أقل لحد سنة ونص رامو الربيعة ياسد إبراهيم محمود وحيد محمد هاني عمار حمدي محمد محمود أحمد عبدالقادر حسين الشحات أنا دايماً بقول اللعيب طول ما هو خلاص أنت من أول لما يبتدي يخش في سنة ونص طالما أنت لعيب ناوي أنت تجدد له لازم تبتدي تتفاوض معاه عشان ما يخشش في حتة اسمها الريد زون إيه الريد زون أنه هو دخل في آخر سنة في عقده خلاص اللعيب هو اللي متحكم الأهلي بسبب وجود حالة الاستقرار الكبيرة داخل النادي الأهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيساً للنادي الأهلي ودلوقتي تجديد الثقة فيه من قبل أعضاء الجمعية العمومية أنه هو موجود في دورة تانية قدر أنه هو ما عندوش ولا لعيب في الريد زون وده معناه إيه؟ معناه إدارة جيدة إدارة جيدة فده عايزة أوريكو النحية التانية في نادي الزمالك نادي الزمالك في مصيبة كبيرة الزمالك عنده عشرة لعيبة تنتهي عقدهم بعد ست شهور وبصوا الأسامي مين؟ بن شرق طريق حامد ونجم أبو جبل مصطفى فتحي والروني تاني كلهم لعيبة أساسيين روء حزم إمام رزاق سيسية عمر السعيد محمود عبد العزيز وده يساوي قدامها على طول باد مانجمنت إدارة سيئة شوف أنا متطفق مع كابتن ميدوف إن من الطيب والأوفق والأسواب إداريا والصالح النادي والاستقرار إنك تجدل لعيبتك قبل الموسم الأخير ولكن بنغفل شيء أحيانا بيطلع مميدو حصل منه قبل كده يلوم النادي على إنه مجددش للعيب الفلان بدري الموضوع مش فيدك لوحدك أستاذ إبراهيم ما أنت عشان تجدد بدري اللعيب ويكون معاه مانجر بلاش وكيل لعيب لأنه وكيل لعيب ده بيشتغل كاسمصار لكن المانجر بيدير بيدير مصالح اللاعب ينصحوا بالصح وفيه لعيب أنت ما بتبقاش متخيل أنك محتاج تتكلم معاه يعني يعني مسألة بينك وبينهم لكن معا لنا أنا معاه لكن بقول طب هو اللعيب اللي بيوافق إنه مجدد لك بدري ليه بيوافق العنصر مهم جدا 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 الثقة والبطولات طبعا بالإضافة إلى المادة هو هو واثق فيك واثق إنه مستقبله معاك يوصله إلى أهداف ممكن مرحليا ما تحققلوش المية المية اللي هو شايفه برا لكن مع استمراره في الآله تحققله 150% هذه الثقة في المؤسسة وفي قدرتها إنها باستمرار مؤسسة بطولات وعادلة يعني ياما ياما جدا جبنا لعيبة وبمجرد ما بتتقلق بنحاول ننقلها لمستوى تاني في عقودها لأن ما يصحش تفضل بنفس العقود من غير ما تكلمه ده بيخلي اللعيب عنده ثقة عندك فيه بعدة محدود من اللعيبة بيبقى الإغراط عليها قوية جدا وبرة وجوه والصفر برة مش عارف إيه لها ظروف خاصة لكن في المطلق هو ده اللي بيخلي اللاعب يوافق للمؤسسة اللي هو فيها إنه جدد بدري عنصر الثقة والاستقرار والثقة في المستقبل زي طبعا مرضود يكون مقبول يعني فيه لعيبة بتضحي مش بس في الأهلي بتحب نديها والضحي بفارق بسيط في ما يبقىش فيه تفاول كبير يعني